ثمّن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي نائب رئيس المجلس الانتقال الجنوب عبد الرحمن المحرمي الدعم الذي يقدمه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية للقوات المسلحة اليمنية في حربها ضد تنظيمات الإرهاب والميليشيات الحوثية الإرهابية بالإضافة إلى الدعم المقدم في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والإنسانية كما أشاد النائب المحرمي خلال استقباله بغصر معاشيق بالعاصمة عدن قيد قوات التحالف العربي بعدن العميد روكون حسين عوض الحربي بالمواقف الثابتة للمملكة العربية السعودية في دعم الشرعية اليمنية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ورحب المحرمي بقائد التحالف العربي بعدن مستمع منه إلى إجازة عن عمل ومهام قوات التحالف العربية وأليات التنسيق المشترك ترجمة نانسي قنقر